بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات إذن اليوم جبت لكم وضعية إدماجية فيها النشر والتحليل وهذا طلبا من أحد المشتركين لجتني في التعليقات إذن إليكم الوضعية فقط نطلب منكم أنكم تحاولوا في هذه الوضعية ثم تعودوا للحل النموذج إذن الوضعية تقول لتكون الوحدة هي سنتيمتر يعني وحدة هنا اللي نستعملها هي سنتيمتر السؤال الأول يقول حل العبارة أ أ هي تساوي إكس زائد ستة لكل مربع ناقص 49 ثم السؤال الثاني يقول أنشر وبسط عبارة أ هي نفس العبارة تنشرها وتبسط العبارة السؤال الثالث يقول ليكون ABC مثلث حيث طوله AC يساوي 5 سنتيمتر وAB يساوي 2 جذر 6 سنتيمتر وAM نقطة تنتمي إلى BC أقول لكم هذا الشكل ABC مثلث AC يساوي 5 سنتيمتر AB يساوي 2 جذر 6 وAM تنتمي إلى BC حيث BN تساوي X وAM C تساوي 6 سنتيمتر السؤال يقول أوجد قيم إكس حتى يكون ABC مثلث قائم يعني هنا وش رح تديره؟ رح تلقى قيم إكس من أجل لح تفرضوا أن ABC مثلث قائم ثم تلقى قيم إكس التي تحقق هذا الشرط إذن نعود للي حل إذن نبدأوا بتحليل عبارة كما شفنا في الدرس السابق عن درس التحليل أن التحليل عبارة عن مجموع أو فرق نردوه إلى شكل جداء حدي إذن تابهوا معي هنا عبارة U وش رح أديره كخطوة أولى رح تلاحظوا عبارة U ما هي هي X زيت 6 الكل مربع ناقص 49 هذه العبارة نلاحظ أنها ممكن أن تكتب بشكل آخر وهي تابهوا معي تساوي X زيت 6 الكل مربع ناقص 49 ممكن كتابته على شكل 7 و 2 لأن 7 في 7 هو 49 إذن هنا وش رح نستعمل كيم لكم دائما نقول لكم أنه بفرق بين مربعين نستعمل المتطابقة الشهيرة الثالثة لتتقول A مربع ناقص B مربع تساوي A ناقص B في A زيت B إذن هنا ما علي إلا أن أستخرج أين هو الـ A أين هو الـ B إذن نلاحظ أن الـ A تاعي يمثل X زيت 6 والـ B ماذا يمثل يمثل 7 إذن ما علي الأن إلا أن أطبق هذه المتطابقة الشهيرة إذن تولي لي أ ماذا تساوي إذن أ تساوي A زيت B يعني X زيت 6 زيت 7 نكتب X زيت 6 زيت 7 جودة A ناقص B يعني X زيت 6 ناقص 7 X زيت 6 ناقص 7 إذن نبسط إذن أ تاعي تساوي X زيت 6 زيت 7 ماذا تساوي تساوي 13 إذن X زيت 13 جودة X زيت 6 ناقص 7 ناقص 1 إذن في X ناقص 1 أخيرا وصلنا إلى كتابة O على شكل جدائي وهو التحليل داء ننتقل على بركة الله للسؤال الثاني وش يقول السؤال الثاني يقول أنشر وبصت عبارة O نفس العبارة رح ننشرها ونبصتها أولا هنا وش رح نستعمل رح ننشر X زيت 6 ولكن رح نستعمل الآن المتطابقة الشهيرة الأولى دائما أذكركم بها باش ما تنسوها إذن المتطابقة الشهيرة الأولى وش تقول تقول A زيت B لكل مربع يساوي مربع الأول وهو A مربع زائد ضعف الأول في الثاني ثنين A في B زائد مربع لحد الثاني وهو B مربع إذن نحن نتطبق نفس الشيء أعتبر أن X هو A وأساس الستة هو B إذن وش يمجلي تابهوا معي أحي يمجلي المربع الأول اللي هو X مربع زائد مضعف الأول في الثاني ثنين في 6 في X يمجلي 12X زائد 6 مربع إذن نكتب ذلك إذن كتبت X مربع زائد 2 في 6 في X زائد 6 مربع نقص 49 يبقى كما هو إذن هذا نبسطه هذا يساوي X مربع يبقى كما هو 2 في 6 في X تقول لي زائد 12X نتابع زائد 6 مربع زائد 36 ناقص 49 الآن أتاعي ماذا يساوي X مربع يبقى كما هو ما عندوش عامل آخر إذن نكتب X مربع ثم زائد 12X هل هو يوجد عامل آخر لا يوجد إذن نكتبه كما هو زائد 12X ثم زائد 36 عفوا زائد 36 ناقص 49 ماذا يساوي إذن قلت يساوي ناقص 13 إذن هذه هي عبارة درنا النشر ودرنا تبسط نعود إلى السؤال الثالث يقول السؤال الثالث أجد قيم X حيث يكون المثلث ABC قائم في A إذن تبهوا معا هذا هو المثلث ABC إذن حبينا نلقى M X عفوا النقطة M تقع على BC حيث B M تساوي X و MC تساوي 6 نتابهوا معا إذا فرضنا أن المثلث قائم في A قائم في A ما معندها هنا رح أستعمل ماذا أستعمل رح أستعمل نظرية في تاورس ماذا تقول نظرية في تاورس أن الويتر مربع أرهون الويتر مربع اللي هو هنا BC مربع ماذا يساوي BC مربع يساوي AC مربع زائد AB مربع إذن أكتب ذلك إذن نتابع إذن كتبت ABC مثلث قائم في A حسب نظرية في تاورس لدينا أن الويتر مربع اللي هو BC مربع يساوي AC مربع زائد AB مربع ثم الآن قبل ما ندير هذا العلاقة لازم نحسب ماذا يساوي BC BC حسب المثلث يساوي BM زائد MC وBM ماذا يساوي؟ إذن BM رح يساوي لي X إذن معطا هي X X زائد شحل يساوي MC MC يساوي 6 إذن أخيراً لقينا BC يساوي X زائد 6 إذن ما عليها إلا أن نعوض في هذه العلاقة العلاقة مثلاً نسميها واحد إذن نعوض إذن كتبت نعوض في العلاقة واحد اللي هي هذه نتحصل BC هو X زائد 6 لكل مربع تساوي AC ماذا يساوي؟ AC يساوي 5 مربع AC يساوي 5 إذن نربعه 5 مربع زائد AB إيش حال يساوي؟ إذا قلنا 2 جذر 6 لكل مربع 2 جذر 6 لكل مربع إذن نتابع X زائد 6 لكل مربع يساوي 5 لكل مربع ماذا يساوي؟ يساوي 25 زائد 2 جذر 6 لكل مربع وش يمتلي؟ 2 أس من 2 يمس لأربعة الجذر 6 لكل مربع يساوي لـ 6 إذن 6 في أربعة إذن يخرج لي أربعة في ستة نكتبها لكم قبل باش تفهموا إذن يخرج لي 24 و 24 زائد 25 ماذا يمتلي؟ إذن يساوي 49 وش راح ندير؟ إذن أنقل 49 إلى الطرف الآخر X زائد 6 لكل مربع ناقص 49 تساوي السفر إذن نلاحظ أننا ولينا لعبارة E هذه كلها تساوي عبارة E هي عبارة E ماذا راح ندير هنا؟ من السؤال نقول من السؤال الأول حللنا عبارة E إذن راح نكتب من السؤال الأول وش لعدنا؟ راح نكتب عبارة E المحللة هي قلناها هنا هي X زائد 13 في X ناقص 1 إذن نكتب إذن إذن كتبت من السؤال واحد لدينا أن X زائد 6 لكل مربع ناقص 49 هنا نفسها الكتابة X زائد 13 في X ناقص 1 يساوي السفر إحنا عرفنا كيف نحل A في B يساوي السفر إما X زائد 13 هو الذي يساوي السفر أو X ناقص 1 هو الذي يساوي السفر إذن يعني أن نكتب إذن وصلت أن X ناقص 1 يساوي السفر أو X زائد 13 يساوي السفر وش يعني ذلك؟ يعني كيف نرد ناقص 1 للطرف الآخر X يساوي 1 1 سنتيمتر وX يساوي ناقص 13 هي قيمة مرفوضة لماذا؟ لأن X تمثل المسافة فإنها دائما موجبة عندنا X دائما موجبة هنا X يساوي ناقص 13 قيمة مرفوضة إذن ما هي قيم X حتى يكون المثلة ABC قائم؟ إذن هي القيمة X تساوي 1 سنتيمتر لماذا كتبت 1 سنتيمتر؟ لأن مذكور في التمرين أن الوحدة هي السنتيمتر وفي الأخير أتينا إلى نهاية هذه الوضعية الإدماجية أتمنى أنها تفيدكم في المراجعة إذن مراجعة موفقة للجميع فقط فقط الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد الجديد لأنني نزال عندي وضعيات إدماجية أخرى إن شاء الله نجيبها لكم في الحصة القديمة فقط للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله